المغرب وزير التجهيز والماء نزار باركا يدق نقص الخطر بسبب تراجع المقلق للمياه ويدعو إلى استعمال عقلني ومتزن للثروة المائية دوليا موجة حرن استثنائية في فرنسا بعد إسبانيا والبرتغال وعلماء يربطونها بالاحتباس الحراري نزار باركا وزير التجهيز والماء أن المغرب يعيش أزمة مائية حقيقية خلال سنة الجرية نتج عنها مواشهة عدد من المواطنين والمواطنات مشاكل في التزود بهذه المادة الحيوية وأبرز برك خلال جلسة لسيلة شفهية بمجلس المستشارين أمسية ثلاثة أن الجفاف الذي يعيشه المغرب هذه السنة وما نتج عنه من انخفاض مستوى المياه الجوفية اضطر بعض الفلاحين إلى بيع أراضيهم وضاف أن هذا الوضع جاء نتيجة ندرة تساقطات المطرية وانخفاض الموارد المائية السطحية والجوفية والتبخر ناهيك عن ارتفاع استهلاك الماء وبحسب المعطيات الرسمية التي قدمها بركة فقد عرفت تساقطات المطرية خلال سنة الجرية تراجعا كبيرا اذ تراوحت بين 11 مليمترا و325 مليمترا وهو ما يمثل عجزا بـ 50% مقارنة مع سنة الماضية بالرباط قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء خلاصات أولية للجنة الستلاء لبناء الوقائع التي تم أحداثها على إثر محاولة مهاجرين غير شرعيين اقتحام استياج الحديد على مستوى قليم النظور وتتضمن الخلاصات الأولية معطيات قدمتها سلطة المحلية ذات الصلاة بمحاولات اجتياز استياج الحديد والتي تؤكد أن محاولات اجتيازه انطلقت منذ سنة 2005 وأنها تعرف تزايدا مضطردا بفعل ديناميات الهجرة نحو الشمال الناجمة عن الحروب والفقر والتغيرات المناخية كما أن المجلس تأكد من أن عدد الوفيات في هذه المواجهات بلغ 23 وفاة و217 مصابا منها 140 من عناصر القوات العمومية و77 من المهاجرين وأشارت إلى أن حالات الوفاة المسجلة ترجح سباء المعاينة الطبية لجوثة الضحايا إلى الاختناق الميكانيكي والاتدافع والازدحام وسقوط من أعلى سور السياج وبفعل ذيق الفضاء وتكدس عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر الذي كان تبابه مغلقة بأحكام ويبقى تشريح الطبية سبيل الوحيدة لتحديد أسباب الوفاة لكل حالة على حدة وارتبطا بالهجرة علما لدى مصدر عسكريان وحدات لخفرية سواخل تابعة للبحرية الملكية تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي قدمت المساعدة خلال فترة عيد الأطحى من التاسع إلى الثاني عشر من اليوز الجاري لما مجموعهم 257 مرشحا للهجرة غير الشرعية حاولوا القيامة بعملية عبور محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع كاياك وكذا عن طريق السباحة وضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم وغالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء من ضمنهم نساء وأطفال إضافة إلى مواطن أفغاني وآخر يامني قد تم نقلهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة بعدما تلق الإصعافة الأولية الضرورية على متن وحدات البحرية الملكية دولياً امتدت موجة الحر التي شهدتها أمسية ثلاثة أوروبا الغربية إلى فرنسا وسجلت درجات حرارة استثنائية للمرة الثانية في أقل من شهر بعد أن كانت قد تخطط الأربعين مئوية في إسبانيا والبرتغال ما ينظر بتدعيات مقلقة على اليابسة والأنهار الشليدية وفي فرنسا تروح درجات الحرارة بين 36 و38 درجة مئوية في جنوب غرب البلاد وفي منطقة وادي رون مع بلوغها حتى 39 درجة في بعض المناطق ومن المتوقع أن تبلغ الموجة ذروتها بين السبت وثلاثة المقبل وفي السياق ذاته دعت رئيسة الوسراء الفرنسية أليزابيت بورن حكومتها إلى العمل على مواجهة موجة حر لها تأثير سريع على الوضع الصحي للسكان خصوصا الأشخاص الأكثر هششة ومن المتوقع أن تمتد موجة الحر هذا إلى أجزاء أخرى من أوروبا الغربية أو وسط أوروبا وفي بريطانيا وجهت الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا قبل موجة حر قصوى اعتبارا من الأحد مع حرارة قد تتجاوز 35 مئوية ودعت شركات توزيع المياه في إنجلترا زبناءها إلى الاقتصاد في استخدام المياه في مواجهة موجة الحر دوليا دائما أقرت سريلانكا اليوم الأربعاء حالة طوارئ عامة بعد ساعات على هرب رئيس جوتابا يارجاباكسا إلى الخارج حسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الذي قال أن السلطات اتخذت القرار لتعامل مع الوضع في البلاد ووصل رئيس سريلانكي جوتابا يارجاباكسا فجرا إلى المالديف على مد طائرة عسكرية أقلته من كولومبو وعلى متاهد بالاستقالة من منصبه إثر احتجاجات شابية عالمة ضده وتم تعين رئيس الوزراء سريلانكي رئيسا بالإنابة وفق ما أعلن رئيس مجلس نواب اليوم الأربعاء مع مطالبة الألاف من المحتجين بتنحي الرجلين معا وكان رجاباكسا وعظ بإعلن استقالته من مصبه اليوم الأربعاء قائلا إنه يريد إتاحة حصوله على انتقال سلمي للسلطة وكان الرئيس سفر من مقر إقامته الرسمي في العاصمة كولومبو السبت بعد أن اقتحم هذا المقر عشرات آلاف المحتجين الغاضبين متوجين بذلك أشهرا من المظاهرات المطالبة باستقالته بسبب أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد بأخبار سريلانكا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدين إلى ختم هذه الجولة الإخبارية لمزيد من أخبارنا وإخبار العالم زروا موقعنا الإلكترونيكا في زنكات خطائم شكرا على انتباهكم إلى الغد ترجمة نانسي قنقر